صف الأردن قرار إسبانيا والنروج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين بالمهم لأنه يأتي بعد قرار الجمعية العامة الذي صوتت عليه معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية معربا عن أمله أن تكون هذه القرارات جزءا من تحرك أوسع يفرض السلام ويضع العالم كله والمنطقة على طريق واضح باتجاه السلام العادل والدائم الذي لن يضمن سواه الأمن والاستقرار لفلسطين وإسرائيل وللمنطقة برمتها الأردن من أوائل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وبالتالي فإن الأردن بذل جهود من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أروقة الأمم المتحدة من خلال الوزير الخارجي والمندوب الأردن الدائم وأيضا والأهم هي موقف جلالة الملك وزيارته لدول العالم والتي يؤكد دوما على موضوع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العاصمة الأبدي في الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا والنروج وإيرلندا قراراتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية لتحقيق السلام قررت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفراء إسبانيا والنروج وإيرلندا في تل أبيب ردا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي جلالت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة أما وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من الآن حتى إشعار آخر وطلب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير المسجد الأقصى المبارك الرد الإسرائيلي متوقع الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب على الشعب الفلسطيني منذ نشوء الكيان الصهير ومنذ إنشاء دولة إسرائيل وأيضا العدوانات المتتالية على الشعب الفلسطيني وهذا العدوان الذي نعيشه الآن منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة وأيضا العدوان المتواصل في مدن ومحافظات الضفة الغربية إضافة لمشاركة المستوطنين في هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية ويقود هذه الأعمال الإرهابية هم مزراء في الحكومة الإسرائيلية وخاصة بن غفير ووزير المالية الإسرائيلية الذي بدأ يتخبط منذ سنوات وخلال هذه الأيام بعد الاعتراف المتصاعد بدولة فلسطين الذي حدث يوم أمس وبالتالي هناك العديد من الدول التي ستعترف بدولة فلسطين وهذا مما يضايق الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال نظام العقوبات الذي يضعه الاحتلال واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وهي أموال الضرائب الفلسطينية إن التأكيد على موقف الأردن الداعم للفلسطينيين في تجسيد دولتهم المستقلة يأتي انطلاقا من موقف الأردن الثابت في دعم القضية الفلسطينية ودعوته للمجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة الإطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يبقى الأردن السند والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني بعاصمتها القدس الشرقية سندس أحمد تلفزيون فلسطين عمان